كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إعداد قانون جديد للعمل الخيرية يهدف إلى وضع إجراءات جديدة للمزيد من التنظيم وأضافت الصبيح أنه تم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التي أبدت بعض الملاحظات وتم الأخذ بها لمساهمتها في إحداث المزيد من تنظيم هذا العمل جاء هذا القانون حتى لا تكون اللواع والقرارات بتغير ينظم هذا العمل وباتفاق مع جمعيات النفع العام في الجانب الخيري كانت عندهم بعض الملاحظات جلست وزارة الشؤون معهم على اجتماعين وخذينا هذه الملاحظات في الاعتبار وإن شاء الله سنذهب إلى مجلس الأمة متفقين على مواده ويصدر بإذن الله في القريب العاجل لينظم العمل الخيري ويزهر العمل الخيري ونبعد عنه أي شاهبة سواء كانت دعم إرهاب أو ما إلى ذلك